نجح العام أبو عبد الله بتغيير الاعتقاد السائد عن النخلة وبأنها لا تعيش في المناطق الشمالية الباردة من البلاد تجربة بدأها بتراكمات الخبرة أثمرت بزراعة أكثر من سبعة آلاف نخلة في الموصل والمدن المجاورة لها هذا الرجل البصراوي ترك بصمة الخبرة مع كل نخلة زرعها والله ما شاء الله زرعنا كميات حلوة بين فسيلة ونخلة تقريبا من ستا إلى سبعة آلاف بس بالموصل بالإضافة للغليم بدهوك تقريبا ثلاثة آلاف نخلة أنشأنا مزارع وعدنا متابعة ميدانية للتلقيح والتنظيف والإدامة والتسميت ومستمرين بعملنا إن شاء الله تجريب شيء محزن بصراحة فنعمل على إحياء إعادة زراعة النخيل بالعراق تعرف النخلة رمز من رموز البلد خسرت الموصل في السنوات الأولى ما بعد تحريرها أعدادا كبيرة من النخيل التي زرعتها الإدارة المحلية بسبب غياب الخبرة والاستشاريين حتى بدأت بلدية المدينة بالاعتماد على المختصين في الزراعة لضمان نجاح التجربة بالنسبة لزراعة النخيل تتم بإشراف مهندسين زراعي بلدية الموصل وكذلك مرات يتم الاستعانة بالاستشارين المختصين بزراعة النخيل من أمثال الرجل أبو إبراهيم أبو عبد الله بس أغلب الزراعة تتم بإشراف وكوادر بلدية الموصل عدا أنه أكو بعض المناطق تم زراعة من قبل متبرعين نعمة الجزة المحاربين وشهدت نينوى بصورة عامة نشاطات بيئية تطوعية خلال هذا العام والعام الماضي زرعت فيها عشرات الآلاف من الأشجار في مختلف المناطق داخل المحافظة ضمن حملة لمواجهة التصحر والتغيير المناخية يجب أن تعمل محافظة نينوى وبعد التأثيرات الكبيرة في التغييرات المناخية ونجاح هذه الأشجار أن تستغل هذا الموقف وبالتالي تزيد من أعداد أشجار النخيل ويمكن أيضا الاستفادة منها بشكل اقتصادي ومن بين المناطق التي تحظى باهتمام حكومي ومجتمعي غابات الموصل حيث بدأت حملات متتالية لإعادة زراعتها وتأهيلها ونصب منظومات السق فيها على اعتبارها رئة المدينة الوحيدة في مركزها من الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر